ولتعليق أكثر على هذا الموضوع ورحب بضيفنا في الستوديو المحلل السياسي والاستراتيجية دكتور محمد الفائدي مرحبا بك دكتور محمد مرحبا بكم والمشاهد الكريم كذلك دكتور محمد في البداية دعني أسألك عن مثل هذه التمرينات العسكرية المشتركة الضخمة والتي شاهدنا قبل هذا التمرين تمرين رعد الشمال وسيف عبدالله تمرينات ضخمة بأعداد كبيرة جدا من أعداد الجنود المشاركين عشرات الآلاف وأيضا العتاد العسكري والمعدات ما هي أهمية مثل هذه التمرينات البداية نحن نؤكد أن هي المملكة العربية السعودية مجمع القوة وهو مرتكز هذه الشراكات بين الدول تملك تقنيات وإمكانات عسكرية وتسليح متقدم جدا وعندما نتحدث عن الرعد الشمال ذلك حقيقة الاجتماع العسكري الكبير الذي كانت فيه مناورات قوية تزيد عن عشرين دولة اليوم نشهد كذلك الدرع الخليج واحد والذي يجمع أكثر من 24 أو نحو 24 دولة في هذا اللقاء العسكري المشترك كذلك بين قوات مختلفة الثقافات والمشارب والتجهيزات والتسليح العسكري إذن نحن أمام مجموعة من العمليات العسكرية تتم على ميدان معارك حقيقية وإذن هذه القوات عندما هي تتعامل فيما بينها هناك استشعار تام لحجم التهديدات والمخاطر التي تحدق بالدول ثم أن هناك توحيد المفاهيم بين هذه الدول من خلال مثل هذه اللقاءات وهذه المشاركات في هذه التمرينات العسكرية ثانيا العمليات العسكرية وخطط العمليات وكذلك الخطط التكتيكية في المعارك وتوحيد كل هذه المفاهيم من خلال تحديث الأسلحة وتطويرها واختبار قدراتها وإمكاناتها في هذه المشروعات العسكرية الكبيرة هذه الدول عندما تجتمع وبهذا الحجم وعلى أرض المملكة العربية السعودية وهدفها حماية والحفاظ على أمن الخليج والطاقة الموجودة في الخليج العربي والتنمية في هذه الدول الحديث عن دول من آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إذن مجموعة من القوى العسكرية في مختلف القطاعات البرية البحرية الجوية الدفاع الجوي عندما تتشارك في هذه التمرينات فهي تؤسس لانطلاق لتطوير هذه الأسلحة والإمكانات والقوى البشرية ورفع كفاءة التدريب في هذه القوات بما يواقب حجم التهديدات والمخاطر التي تهدد التنمية في الدول كما ذكرنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم قوات المشتركة في تمرين درع الخليج الأول ذكر أن من أهم أو من أبرز أهداف هذا التمرين اللي هو التجانس ما بين القوات المشتركة لحماية الممرات المائية ونحن نشاهد الأخطار التي تهدد بل هناك اعتداء على بعض الناقلات النفط في بعض المضائق كمضيق باب المندب مثل هذه الأخطار والتجانس ما بين هذه الدول إلى ماذا تهدف؟ عندما نتحدث عن تحديد المفاهيم بين هذه الدول وهذه القوات التي تملك تجربة طويلة وثرية في التدريبات العسكرية وكذلك استشعار حجم المخاطر إذن نحن نؤكد على أن جميع هذه المخاطر هي حاضرة للغادة العسكريين المشاركين في هذه العمليات التطبيقية المشتركة وهم يدركون حجم التهديد الذي تعرضت لها الملاح البحرية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وآخرها ناقلات النفط السعودية التي تعرضت لإعتداء حوثي بصواريق حوثية مهربة من إيران إذن هذه الدول هي تدرك حجم التهديدات للملاح الدولية وخاصة في المضايق والمناطق الحريجة مناطق الطاقة هي مناطق حريجة كثير ما تتعرض للتهديدات ولا بد أن توفر لها حماية أكثر وبإسلوب وبمنهجيات وبطرق جديدة وابدكارات جديدة تأخذ بكل الاعتبارات وبكل الجوانب التي تعد تهديد للملاحة بصفة عامة والملاحة الدولية والمتعلقة بالطاقة بصفة خاصة نعم إذن المحلس الراتيجي والسياسي الدكتور محمد الفائدي شكرا جزيلا لك العفو وشكرا لكم كذلك